كتلازم الليل والنهار يلازم الفشل والانهيار العملية السياسية في العراق الجديد هكذا تقول الوقائع والشهادات حتى من أركانها أنفسهم بعد أن تكللت الانتخابات بحرق الصناديق وتبادل الاتهامات ثم تحالف جمع شتات الميليشيات أضحى نقض العملية السياسية والتحدث بفشلها على كل لسان ومن ضمنهم شركاؤها عضو مجلس النواب ورئيس تحالف تمد فائق الشيخ علي قال إن أكثر ما يثير السخرية هو التعويل على الحكومة المقبلة مؤكدا أنها لن تختلف عن الحكومات السابقة لافتا إلى أنها لن يكون لها دور بحل أي مشكلة كما أن الخدمات ستكون أسوأ من الماضي ليشابه إلى حد ما ما صرح به زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي من أن استنساخ التجارب السابقة سيعيد العراق إلى المربع الأول حيث يستمر به العنف ونزيف الدم مؤكدا أن البلاد على شفى أزمة قد تطيح بالعملية السياسية نتيجة عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات وتداعيتها كل هذا على لسان شركاء العملية السياسية في القرار والمناصب فكيف سيكون لسان حال العراقيين وهم يقاسون معاناة وآزمات مستمرة منذ 15 عاماً